بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا أيها الإخوة المجلس الواحد والتسعون من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه وكنا توقفنا عند قول الناظم يحفظ ما في عيبتك يصون ما في غيبتك بالضبط في الشق الثاني وذكرنا صور ذلك وذكرنا ما جاء أو ذكرنا بعض ما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا الخلق الرفيع الذي هو نصرة المسلم في غيبته أيضا مما جاء وصح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة والحديث صحيح ومعناه أن الإنسان المسلم إذا جاءه رجل يتكلم حول أخيه الغائب ثم جعل يطعن فيه وكان هذا المستمع المسلم يقدر على نصرته وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم أحيانا يعجز عن النصرة لحكمة في ذلك كأن يكون المتكلم ممن له سلطة على المسلم فإذا نصر المسلم الغائب حدثت فتنة أعظم من ذلك ومنها أن يكون الذي يتكلم في محل ضعف وحوله أناس كلهم ضد الغائب فهو إذا نصره تكالبوا عليه وآذوه وقس على ذلك من الحكم التي تمنع من النصرة في الحين أو أن يكون المتكلم فاضلا مثلا فأخطأ وزلت به لسانه فاغتاب في مسلم غائب وكانوا في وسط حضور فرأى المستمع المسلم أنه لو نصر الغائب لأنقص فضل هذا المتكلم أمام الناس فيدخر له النصيحة حال الخلوة والله أعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنصره يعني بعد قدرة نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره وهذا هو حقيقة الخذلان هذا هو الخذلان أن يقدر الإنسان على نصرة أخيه في غيبته فيمتنع من ذلك أو يتماطل أو لا يقدر هذا الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الله به أي بذلك الخذلان أي خذله في الدنيا والآخرة أيضا مما صح ما رواه أبو داود بسند صحيح عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق آراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وهذا فيه أوصاف للجزاء الذي سيكون سواء للناصر أو للخاذل وسبق معنا في المجلس السابق بيان السر من تحديد المنافق الذي يغتاب في الأعراض فهو عادة من يتصف بمثل هذه الأوصاف السيئة هذه الأوصاف المشينة قال آراه قال هذا من كلام راوي آراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم وسبق هذا بيانه في الحديث السابق ومن رمى مسلما بشيء وهنا عموم نكره في سياق الشرط هنا عموم ومن رمى مسلما بشيء أي ليس بالضرورة أن يكون هذا الشيء في العرض وإنما قد يكون في العدالة والعقل ونحوها ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به أي يريد إساءته به أو تشويه سمعته أو نشر السيء عنه حبسه الله أي منعه من دخول الجنة حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ومعنى حتى يخرج مما قال أي حتى يقتص منه والله المستعان ثم أعلم أن هذه النصرة لها كيفية بحسب الحال وبحسب الحكمة في تلك اللحظة وفي ذلك المقام الذي حدث فيه الاغتياب يقول الإمام بن باز رحمة الله عليه في فتاويه لما علق على حديث من أحاديث الذب عن عرض الأخ مما سبق قال هذا يدل على فضل الذب عن الأخ والمسلم يذب عن أخيه والمرأة تذب عن أخيها في الله وأختها في الله فإذا رآه يتكلم في عرضه يقول يا أخي اتق الله ما بلغنا هذا ولا نعلم عليه إلا خير إذا كان يعلم عنه خير ولم يبلغه عنه إلا الخير لأن الغيبة شرها عظيم وفسادها كبير وسبق هذا المعنى في أثر للسلف فقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لمن اغتاب كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الرجال الذين خلفوا اغتاب أحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا والحديث رواه الشيخان هذا هو الموقف هذا هو الموقف أولا ألا تخوض مع من يطعن بالاغتياب ثانيا ألا تسكت إلا لحكمة وإنما تقول له اتق الله كأضعف الإيمان تقول له اتق الله يا أخي أي تذكر ربك كيف تقول من هو نفسك أو تقول كما قال معاذ بئس ما قلت أي تخطئه مباشرة وترد عليه وتنكر بئس ما قلت هذا الموطن أو هذه هذا الموقف الثاني والذي بعده أن تشهد بما تعلم إما شهادة عامة فتقول ما علمنا عليه إلا خيرا وإما شهادة خاصة في الباب الذي طعن فيه فتقول لا أعلم عن عرضه إلا خيرا ويمكنك أيضا أن تحجه فتقول له أسمعته بأذنك أرأيته بعينك ألديك عليه دليل وإن كان الاقتصار على ما سبق أكمل وأفضل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر